قال الله تعالى وَهُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيثًا لكن الله عطاك أسلحة حتى تقوى عطاك الأسلحة التي بها يقوى قلبك وهي طاعة الله ونكثر من ذكره ونتركه في عظمته وما له من أحبك عليه وأنك صير إليه وأنك مسؤول فوربك ناسع أنه مجمعين ما كانوا يعملون وأنك أسحق العقاب على سيئاتك وللثواب على طاعاتك فذكر ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله واعلم أن النسى أمرت بسوء إلا ما رحم الله وفلا تجيبها إلى هواها قال تعالى وأما ما خاف ما قام ربه ونهى النسى عن الهوى فإن الجنة هي المأوى فمتى دعتك إلى المعصية فتذكرها بأن الخطر عظيم وأنها مرهية عن معصية الله وأنها متوعدة بغضب الله وعرض إقابه إن لا يعفو الله وأنت لا تدري ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر